ويبدأ بأول خبر حيث تقلق النجمين نصيف زيتون ويارا بليل فنية شبابية بمسرح المجاز بالشارقة ليل السبت الفائت ضمن موسم هلا بالمجازة وبيحفل ضج بالأغاني الجبلية والإيقاعية والرومانسية ليستقبل الحضور الفنيني يارا ويعيش مع أجواء رومانسية مع باقة من أروع أعمالها مثل التوصف فيه مبارف صدفة وغيرها من الأغنيات وبأجواء حماسية وصل جمهور السهرة مع الفنين السوري نصيف زيتون اللي سحرهم بصوته الجبلة وألهب المسرح بأغنية مش عم تزبط معي ومجموعة مميزة من أغنياته الخبر الثاني من روح شوي إلى أجواء رمضان ويبدو أن الجمهور على موعد مع عدد من الثنائيات النسائية خلال شهر رمضان 2022 حيث بدأ المخرج مرقص عادل تصوير مسلسل شغل عالي من بطولة فيفي عبدو وشيرين رضا بدور أحداث المسلسل حول صديقتين بيفتتحوا أحد الأكاديميات الخاصة كما بيشارك بالبطولة مروان يونس هايثم سعيد وتوني ماهر بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف إلى الإصدارات حيث طرح البوبستار رامي عياش عبر يوتيوب أغنيته الجديدة بعنوان أنتي لي وتعاد الأغنية أولى مفاجأته الغنائية عام 2022 مع شركة مزيكة وعاد رامي عياش بفيديو كليب أغنية أنتي لي إلى زمن الأبيض والأسود حيث جاء الكليب برؤية ومشهدية سينمائية من توقيع أنجي جمال يلي استغلت قدرات رامي التمثيلية بطريقة خدمة الكليب الأغنية باللهجة الفصحى وهي من كلمة علي المولى الحان محمود عيد وتوزيع رامي العلم أيضا طرح الفنين فضل شاكر الأغنية الأولى من ألبومه الجديد بقام الناس والتي بتحمل نفس العنوان لا يعود وينضم إلى عائلة شركة روتانا بميني ألبوم هالمرة ولمست أغنية بقام الناس المليون مشاهدة بعد خمسة يم على إطلاقها لا يتفعل مع الجمهور بشكل كبير وهي من كلمة محمد الجمال والحان مدين وتوزيع يحيى يوسف إلى النجم جوزاف عطية يلي أيضا أطلق رابع أغنية من ألبومه الجديد من نحكم الناس وهي بعنوان حبيتها الأغنية من كلمة ألحان نبي الخوري توزيع جورج أسيس وترويجا للأغنية قدم جوزاف فيديوهات خاصة منها يلي تفعل مع الجمهور مثل بقي الأغنيات يلي أصدرها بالفترة الماضية وعالميا والخبر الأخير وسط معركة الحضانة المستمرة بين براد بيت وأنجينينا جولي قضية جديدة ولدت بين الطرفين بعيدا عن الحضانة إذ أقدم براد على مقادرة زوجته أسابقة أنجينينا جولي بسبب بيع حصتها بشكل غير قانوني من قصر ميرفال ومزرعة الكروم الخاصة فيون بفرنسا وبالتفاصيل فبراد تقدم بدعوة ضد أنجينينا بيتهم فيها ببيع قصر ميرفال للنبيض يلي بيمتلك جزء منه إلى رجل أعمال الروسي يوري شافلر ويسعى براد للحصول على تعوضات مالية ورسوم قانونية وإلغاء عملية البيع له القصر إلى شافلر اشتركوا في القناة